اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين بشير شأن التصعيد الروسي وبيدن يحذر من الرد القوي على أي هجوم على أوكرينيا التسعة مساء في القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم مصر وألمانيا علاقات وثيقة بين البلدين تعززها المصالح المتبادلة في مختلف المجالات زيارات المسؤولين الألمان إلى القاهرة تأتي باعتبار أن مصر أهم شريك لألمانيا في المنطقة العربية وشمال أفريقيا أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات جاء ذلك خلال استقباله السيدة أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا للتحادية حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا للتحادية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة إلى السفير فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى المستشار الألماني أولف شولتس مؤكدا سيادته ما تليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات حيث تعتبر مصر علاقات الشراكة مع ألمانيا بمثابة محور أساسي للعلاقات المصرية مع أوروبا بالنظر لمكانة ألمانيا واثقلها كدولة أوروبية كبرى وهو ما ظهر في الانخراط الألماني القوي وغير المسبوق من خلال شراكتها الكبرى في خطط التنمية الطموحة التي نفذتها مصر في السنوات الماضية ومعربا سيادته عن التطلع لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة وذلك ارتكازا على مكانة كل من مصر وألمانيا وثقلهم الكبير ودورهم المحوري كل في دائرته الإقليمية وعلى الساحة الدولية وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة خارجية ألمانيا نقلت إلى السيد الرئيس تحيات المستشار الألماني مؤكدة اعتزاز بلادها بالعلاقات الوطيضة والمتميزة التي تربطها بمصر باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف فضلا عن جهودها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والقيام بدور أخلاقي وإنساني مقدر من خلال استضافة مصر لملايين اللاجئين وإدماجهم في المجتمع وتوفير كافة الحقوق الأساسية لهم بالإضافة إلى النجاح الكبير لمصر تحت قيادة السيد الرئيس في ترسيخ مبادئ حرية العبادة والتسمح الديني وقبول الآخر مما جعلها مثلا أعلى ونموذجا يحتذى إقليميا ودوليا ومشيرة إلى حرص الحكومة الجديدة في ألمانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصهد وكذا التنصيق بشأن كافة الموضوعات والملفات الأقليمية محل الاهتمام المشترك وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلاة بالعلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعسكري حيث رحب السيد الرئيس في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها في مصر معربا سيادته عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات فضلا عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة في مصر بينما أشرت الوزيرة الألمانية إلى متابعة بلادها للحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كافة أرجاء الجمهورية مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصا وعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الألمانية في مصر خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة والمتجددة والكهرباء والتعليم وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذا الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق في هذا الخصوص بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيا لتنفيذ المقررات الصادرة عن مصار برلين بهلف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية بما يسهم في القبائع على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد كما تم التطرق أيضا إلى استعدادة مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري بمدينة شرم الشيخ حيث أشادت وزيرة الخارجية الألمانية بالدور المهم الذي تطلع به مصر في إطار الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ معربة عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال بينما أكد السيد الرئيس أن مصر حريصة على خروج قمة شرم الشيخ على الوجه الأمثل وحضور أكبر عدد ممكن من المشاركين بما في ذلك ممثل المنظمات المدنية الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة ومنحهم الحرية للتعبير عن آرائهم كما ستسعى مصر كذلك إلى البناء على الزخم الدولي المتولد عن مؤتمر جلاسكو الأخير والخروب بنتائج ومبادرات طموحة تساهم في تعزيز عمل المناخ الدولي على كافة المستويات خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وبناء قدرة الدول النامية على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتعزيز قدرتها على النفاذ لتمويل المناخ وللمزيد ينضم إلينا السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ست سفير يعني زيارات المسؤولين الألمان إلى مصر والقاهرة بتأتي باعتبار أن مصر شريك لألمانيا في المنطقة العربية والشمال الأفريقية إلى أي مدى بتأتي زيارة وزيرة الخارجية الألمانية الأخيرة لتعزز من المصالح المتبادلة؟ طبعا هي حراك لازم ننظر إلى زيارة على أساس أنها لها مدلول سياسي طبعا كبير وعميق العلاقات بين البلدين وعلاقات مهمة الدولة زي ألمانيا بتنظر إلى مصر منطلق أو سلسلات منطلقات وهي الاستقرار اللي بتحققه مصر حاليا التنمية غير المسبوقة اللي موجودة على الأراضي المصرية وتالت حاجة الدور المصري اللي بدأت بمصر تلعبه في الأقليم اللي احنا بنعيش فيه هو أقليم مضطرب وهو بيؤثر على الأوروبا بأشكال مختلفة وطبعا يمكن أعتقد أنه زي ألماني قلتي عملية الشراكة والمصالح المتبادلة هي الأساس في هذا التعاون ما فيش دولة هي العباحة والدولة أخرى بتخسر الدولتين لهم مصلحة كبيرة جدا في تعميق هذا التعاون مصر طبعا استطاعت أن هي تفاعل شركات ألمانية كثيرة في خدمة التنمية في مصر وطبعا استفادت هذه الشركات واستفادت الدولة ألمانية كبساطيا من هذا التفاعل الموجود على الأرض في مصر وبالتالي العلاقات المصرية الألمانية أنا بشوفها دائما هي الحجرزوية في عملية التنمية في مصر وأيضا في الشراكة المصرية الأوروبية لأن ألمانيا لازلت هي القاطرة يعني الموكلة وعلى قاطرة التحدي الأوروبي سواء كانت سياسيا أو اقتصاديا وبالتالي تعزيز حزيزة العلاقات أمر مهم جدا في المرحلة الحالية نعم يعني سيد سفير بذكر الشركات الألمانية يعني فيما يأتي اهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها في مصر ما الذي يعني ذلك وإلى أي مدى استطعنا الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية في توطين الصناعة في مصر يعني أول حاجة أحريدك طبعا المفتاح هو الاستقرار داخل الدولة المصرية تاني حاجة المناخة الاستثماري هو يعني بيشجع عزيز الشركات الألمانية التوازد في مصر تالت حاجة الدخول في لطاقات مختلفة وجديدة مثل موضوعات الطاقة النظيفة سواء كانت شمسية أو رياح أو غيرها وأيضا مصر الآن الدول الغربية أو الأوروبية بسيطة تنظر إليها بأنها ممكن تكون نقطة تناثل الطاقة على أساس أنه زي ما ستك شايفها في مشاكل كثيرة الآن في خطوط الغاز الخطأتي من روسيا إلى أوروبا وعلمانيا بشكل خاص وبالتالي الدولة الأوروبية تنظر إلى مصر أنها ممكن تكون نقطة محتملة في الفترة القادمة لإمدازهم بأشكال مختلفة من الطاقة في الفترة القادمة فمصر أصبحت الآن شريك سياسي شريك اقتصادي وشريك تنموي ولها دور فاعل الآن في كل القضايا سواء كانت قضايا سياسية أصبحت شمحة مجمنة في منطقتنا أو قضايا اقتصادية أصبحت أوروبا تحتاج إليها وتحتاج إلى بديل آخر عن البديل التي كانت ترتكم إليها في الفترة القادمة نعم سفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك عقض وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثة مع أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا الاتحادية وذلك بقصر التحرير بالقاهرة تناول اللقاء العلاقات المصرية الألمانية المتميزة والسبول تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب قضايا والملفات محل الاهتمام المشترك هذا وتعد هذه الزيارة هي الأولى الرسمية التي تقوم بها الوزيرة لمصر منذ تولي مهام منصبها في ديسمبر 2021 وذلك في أول رحلة لها خارج أوروبا والولايات المتحدة وخلال المؤتمر الصحفي أكد وزير الخارجية سامح شكري أن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى القاهرة وللمنطقة تعكس مدى اهتمام بلادها بالمنطقة كما أشار شكري إلى أنه أجرى جلسة مناقشات مع الوفد الألماني للحديث عن التحديات المشتركة بين البلدين والتحديات التي تواجه العالم استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وتم التأكيد مرة أخرى على الأهمية التي توليها مصر للعلاقات مع ألمانيا وما تحقق خلال المرحلة الماضية من تعاون مصمر كان له أثر إيجابي في إطار جهود مصر التنموية وكان أيضا له أثر إيجابي في عمل الشركات الألمانية واستمرار التعاون في مجالات عديدة تبحثنا الآن وعقدت جلسة مشاولات منفردة ثم مع أعضاء الوفدين تم خلالها تناول كافة القضايا الصنائية والتحديات الإقليمية والتحديات التي نواجهها بصفة عامة في إطار من التفاعلات الدولية على صعيد الملف الليبي أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة احترام القرارات الشرعية والتي اتخذها مجلس النواب في ليبيا وبدء مرحلة جديدة تؤدي إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة كما شدد شكري على أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا مؤكدا ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق تأم المصر تؤكد بأنها تدعم التوافق الليبي الليبي ونحل هذه القضية لابد أن يرتكز على توافق لكافة الأشقاء في ليبيا حول المصار المستقبلي تعزيز المؤسسات واحترام المؤسسات الشرعية وما تتخذه من قراراته بتأكيد أن مجلس النواب اطلع بمسؤولياته التشريعية في إطار تنفيذ اتفاق السخيرات وتشاوره مع مجلس الدولة لبدء مرحلة جديدة تؤدي إلى الانتخابات وتؤدي إلى تعديلات دستورية كلها توافقات تمت من خلال الحوار والتوافق ونحن على اتصال مع كافة الأطراف لتعزيز الاستقرار لتأكيد أنه ليس هناك حلول عسكرية لهذه القضية ونتفاعل مع أيضا شركائنا الدوليين للوصول إلى الانتخابات التي تأتي بحكومة منتخبة شرعية تلبي إرادة الشعب الليبي من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن مصر أهم شريك لبلادها في المنطقة العربية وفي شمال إفريقيا كما أشارت الوزيرة الألمانية للشراكة بين مصر وألمانيا وأشكال التعاون بين البلدين في عدة مجالات لفتة أن نحو 400 ألف شخص يتحدثون اللغة الألمانية في مصر كثاني أكثر لغات تحدثا في مصر إن مصر في الكثير من المسائل هي أحد أهم شركاء الحوار لنا في شمال أفريقيا وفي العالم العربي وفي المنطقة العربية ولذلك فقد تحدثنا اليوم حول العديد من المسائل الإقليمية بشكل خاص بالطبع آخر تطورات في ليبيا وسبيل التعامل مع هذه التطورات لأننا شركاء في عملية برلين وما زلنا على تواصل مكثف حول هذه المسائل الاهتمام المشترك لنا هو الاستقرار والسلام في ليبيا ولن نحقق ذلك إلا إذا ما قرر الليبيون والليبيات بشكل مشترك القرارات المتصلة ببلدهم كما تعلمون كنت أزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية ألمانيا تقدر في هذا السياق دور الوساطة التي تلعب مصر في النزاعة في الشرق الأوسط وبشكل خاص جهود المبذولة من ناحية مصر والحكومة المصرية للناس في غزة الحكومة الجديدة الألمانية هي أيضا على قناعة بأن حل الدولتين المبني على المفاوضات هو سبيل الوحيد للسلام الدائم حتى وإن كان الطريق نحو هذا الحل ما زال طويلا أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تفرد وخصوصية العلاقات المصرية البحرينية جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح في إطار زياراته الرسمية لمملكة البحرين الشقيقة على رأس وفد من مجلس النواب هذا وأكد للمستشار الدكتور حنفي جبالي همية دفع التعاون البرلماني بين البرلمان المصري والبرلمان البحريني إلى أفاق أرحب لإلعب دورا بالغ الأهمية في زيادة الروابط المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى البحريني ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بما في ذلك تبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية بين البرلمانيين بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية البحرينية الأمر الذي يجعل منها نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية العربية مؤكدا حرص الدولة المصرية على تعزيز تلك العلاقات بما يحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب مع نظيرته البحرينية فوزية بنت عبد الله زينل في مستهل زيارته للمملكة حيث أكد أهمية تعزيز التنصيق بين مجلس النواب المصري البحريني أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يعكس الشواغل الوطنية للبلدين ومن جانبها أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني أن الزيارة تعبر عن عمق وخصوصية العلاقات المصرية البحرينية كما أشهدت بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهد العلاقات البرلمانية المصرية البحرينية والذي تعكس الزيارات البرلمانية المتبادلة وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي بإقامة حزام شجري حول المناطق التي تتعرض للرياح المحملة بالأتربة والرمال وذلك مع مراعاة التنصيق العام لإبراز المظهر الجمالي للعاصمة الإدارية الجديدة كما وجه مدولي بأن يتم الإسراع من أعمال اللاندسكيب والمساحات الجمالية في مختلف مناطق العاصمة الجديدة جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة صير الأعمال والإنشاءات في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والتي استهلها رئيس الوزراء بعقد اجتماع في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالحي الحكومي مع المسؤولين المرافقين وقد أشار مدولي في هذا الصدد إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجداول المخطط لها سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة أو التوقيتات الزمنية وكذا معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع وهو ما يتطلب تكثيف الجهود هذا وعقب الاجتماع استكمل رئيس الوزراء الجولة التفقدية في الحي الحكومي مؤكدا ضرورة التواجد الفعلي لمسؤول الوزراء في مقر الوزراء المختلفة وذلك لمتابعة سير العمل والتشغيل التجريبي للمقر الحكومية والاطمئنان على جاهزيتها كما تعرف مدبولي على الموقف التنفيذي لشبكات المياه والريء والصرف الصحي وشبكات صرف الأمطار وشبكات وأعمال الكهرباء وكذلك الموقف التنفيذي لكل من منظومة الطاقة الشمسية والمحمول ومنظومة الصوتيات والمرئيات كما اطلع رئيس الوزراء على موقف تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي وشبكة الطرق وتنصيق الموقع العام كما استكمل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولته التفقدية التي بدأها بالعاصمة الإدارية الجديدة بتفقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب ومبنى مجلس الشيوخ وميدان سير العلم واخلال جولة اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية لمبنى مجلسي النواب والشيوخ كما تعرفا على موقف تنفيذ الأعمال الاعتيادية والكهروميكانيكية وقام بدبولي بجولة في أنحاء قاعات الرئيسية وصلة الاستقبال والمكاتب الرئيسية ثم توجه رئيس الوزراء لتفقد مشروع سير العلم حيث استعرض مسؤول المشروع الموقف التنفيذي له ويتكون من مصرح دائري يسع ألف ومائتي فرد ومبنى مسطح ونفورة دائرية كما يصل ارتفاع سير العلم إلى مائتين وسبعة أمتار تبع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف الأعمال الجاري تنفيذها في الحي السكني الثالث ومنطقة الأعمال المركزية بالإضافة إلى التفقد نموذج لتشتيبات الشقق فندقية لسلاسل فنادق عالمية وذلك خلال جولة التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة كما تبع مدبولي موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمركز معلومات العاصمة ومنطقة البنوك واستمع ومرافقوا لشرح حول سير الأعمال في كل من مبنى مركز معلومات العاصمة وتمت الإشارة إلى بدء عمليات التشغيل والاختبار والربط بجميع منشآت الحي الحكومي هذا وتوجه رئيس الوزراء لتفقد سير الأعمال والإنشآت بمنطقة البنوك وتفقد فرع أحد البنوك المصرية الذي تم الانتهاء منه بالكامل وبدأ البنك في هذا الصدد في تقديم خدماته بالفعل منذ أسبوع كما تفقد رئيس الوزراء عددا من الإنشآت الأخرى بمنطقة البنوك مؤكدا ضرورة الإصراع بمعدلات التنفيذ ليتزامن الانتهاء منها مع باقي المشروعات الأخرى بالعاصمة الإدارية وتزامنا مع الانتقال للعمل من الحي الحكومي اختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمتابعة موقف تنفيذ مشروع الحضائق المركزية النهر الأخضر حيث يدم المشروع ثلاثة قطاعات ويقع على مساحة 870 فدان وقم مدبولي بجولة داخل منطقة الحضائق المركزية النباتات المزهرة بما في ذلك أعمال البحيرة الكبيرة بحيرة القوارب بالإضافة إلى ساحة الاحتفالات وأعمال الملء المبدئي لبحيرة الفنون فضلا عن أعمال المشيات وتركيب الكراسي سابقة الصب حول النخيل بمنطقة الاحتفالات الكبرى انطلقت بالقاهرة فعاليات المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس العلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان عقد المواطنة وأثروا في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في المطمر عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف وقيادات المؤسسات الدينية في إحدى وأربعين دولة من مختلف أنحاء العالم وأكثر من أمسين خمسين وزيرا ومفتيا من دول العالم وعدد من النخب المؤثرة في مجتمعتها من علماء وأدباء وكتاب ومفكرين وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة هذا وقد أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعاء أن الدولة تعمل على تحقيق المواطنة والمحافظة على حقوق الجميع فإن موضوع هذا المؤتمر وهو عقد المواطنة وأصره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي موضوع تجديدي بامتياز حيث يهدف إلى ترسيخ أسس المواطنة على المستوى الوطني وإلى الإسهام في صنع السلام وترسيخ أسس العيش المشترك بين الناس جميعا على المستويين الوطني والعالمي كما يهدف إلى تعميق وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطني من منطلق أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان وأن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعا وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة مما يتطلب العمل الدائم على ترسيخ أسس التسامح الديني وقبول الآخر على حريته في اختيار معتقده وحقه في إقامة شعائر دينه وبما يضمن إنصاف المرأة والعناية بالضعفاء والمسنين وزوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامج الحماية الاجتماعية وتمكين كل أبناء المجتمع وإعطاء كل منهم حقه في ضوء وفائه بواجبه تجاه وطنه وهو ما تعتمده الدولة المصرية استراتيجية ثابتة في ظل قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قال وزير الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عبداللطيف آل الشيخ قال إن الشعب السعودي يعتبر مصر بلده الثاني ويكن له الاحترام والتقدير وخلال كلمتي في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي جاء تحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي وجه في هذا الإطار آل الشيخ الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا أنه أنقذ مصر وخاض معرقة الوعي المجتمعي لبناء الجمهورية الجديدة ونجح في وضع اسم مصر على خريطة العالم في الأمن والاستقرار والرخاء أشكر في هذا المؤتمر فخامة رئيس جمهورية مصر العربية المجاهد الكبير سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الذي جاهد فعلا وأنقذ مصر من كارثة كادة أنتقى بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضله وبفضل الرجال الشجعان الذين آثروا حياتهم وآثروا راحتهم وآثروا كل أمور الدنيا من أجل بقاء مصر منارة هدى ومنارة خير لجميع بلاد العالم الإسلامي فخامة الرئيس الذي خاض المعارك الصعبة لبناء الوعي المجتمعي في مصر العزيزة وبناء الجمهورية الجديدة وضع مصر على خارطة العالم في الأمن والاستقرار والرخاء وتحت عنوان عقد المواطنة وآثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي عقدت فعليات المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من الثاني عشر إلى الثالث عشر من فبراير بمشاركة وزراء وعلماء ووفود على مستوى العالم الإسلامي بمشاركة أكثر من خمسة عشر وزيرة للأوقاف والهيئات والشؤون الإسلامية من أنحاء العالم الإسلامي ووفود من خمس وسبعين دولة انطلقت فعليات المؤتمر الدولي الثاني وثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي بهدف ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم وإحياء القيم الإنسانية المشتركة الإسلام نهى عن الإكراه في الدين وجعل الإكراه في الدين مرفوض لا إكراه في الدين والحقوق بين الجميع متساوية ومتوازية لهم حقوق وعليهم واجبات وهذا المؤتمر في هذا الوقت ينص على ذلك ويحاول أن يظهر ذلك إلى الجميع وأن يبين أن المواطنة للجميع ونحن نتمنى من هذا المؤتمر أن يدعو إلى التماسك من قبل سائر أفراد المجتمع وسائر أطيافه من مختلف المعتقدات والثقافات إلى الحفاظ على القيم الإنسانية والمفاهيم السليمة التي تركها الآباء من احترام الكبير والعطف على الصغير ويتضمن المؤتمر عدة محاور أهمها تطور مفهوم الدولة قديما وحديثا من منظور إنساني وعقد المواطنة بين الحقوق والواجبات والتسامح الديني ومكانة المرأة في الدولة الوطنية وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي بالفعل هذه الموضوعات نحن نحتاجها ونتطرق إليها بين الحين والحين من أجل أن نرسل رسالة سلام إلى العالم كله أن الدين لا يمكن أبدا أن يقام بعيدا عن الأوطان وأن الأوطان هي جزء من الدين نحث المجتمعات بأن يكون هناك مرتبط بين المواطنة الدولة المواطنة وللمحافظة على المشتركات الإنسانية وفي بناء التفاهم والتعاون الداخلي في كل دولة بغض النظر عن الانتماء المذهبي أو الانتماءات الأخرى مواطنة مهم جدا اليوم ومفهوم المواطنة يجب أن نفهم بمبدأ وبإطار الدين الإسلامي والمسيحي لأنه بمفهوم المواطنة أنا برأيي نقدر نؤمن الحقوق كل فرد في مجتمعنا تنمية ثقافة المواطنة لدى الناشئ مسؤولية تقع على عطق المؤسسات التربوية والتثقيفية ومن هنا كان دور المؤتمر للحفاظ على المثل العليا عند جميع الأمم ومختلف الحضارات أحمد الحسيني التلفزيون المصري أعلن التحالف العربي تدمير 17 آلية عسكرية وتكبييد قوات الحوثي خسائر بشرية وأشار التحالف أن ذلك جاء خلال عمليات استهداف ضد قوات الحوثي في حجة ومأرب وذكر التحالف العربي أن تلك الحصيلة جاءت جراء تنفيذ لـ 25 عملية استهداف ضد قوات الحوثي خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية أضف التحالف العربي أن محاولات قوات الحوثي استهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي مشيرا إلى قيامه بضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على المسؤول عن عمليات الاختيالات والخطف في محافظة ميسان جنوب الشرقي البلاد وأضحت خلية الإعلام الأمني العراقية أن المتهم مطلوب إلى القضاء العراقي وفق المادة الرابعة إرهاب مشيرة إلى أن عملية القبض عليه تمت في عملية مدهمة نوعية في محافظة ميسان أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية الفريق أول رقن عبدالفتاح البرهان أنه إذا جرت انتخابات أو توافق وطني فإن الجيش السوداني سيطرق الساحة السياسية كما شدد البرهان على أن الجيش لن يختلف مع القوى المدنية إذا توافقت مؤكدا التزام المجلس السيادي بإقامة الانتخابات في موعدها أنا لا أفضل أن تتمدد الفترة الانتقالية وأنا أفضل وأرى أن من ضمن الحوار الذي نتم هو النظر إلى مستقبل نظام حكم السودان أنا أعتقد أن هناك بعض الأطروحات التي طرحت بأن النظام الحكم السوداني يجب أن تغير إلى نظام رئاسي وإذا تم التوافق على هذا الأمر يمكن أن تجير الانتخابات الرئاسية لأنها لا تحتاج إلى تحضيرات معقدة مثل الانتخابات النيابية فهذا الأمر مطروح ويجب أن نتحاور فيه الجميع بجدية وهو من الموضوعات التي يمكن أن تختصر الطريق لقيام الانتخابات في موعدها المضروب أو قبله إذا أردنا ذلك نددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد بفضائع تعيشها النساء بشكل خاص وذلك في عدد من مناطق الصراع في إثيوبيا مطالبة بتحقيق العدالة للنساء جاء هذا عقب عوداتها من رحلة لإثيوبيا شملت عدة مناطق للصراع وأشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مشاهدتها خلال الرحلة لأشخاص وقعوا ضحايا للمجاعة هذا وخلف النزاع بين قوات الحكومية الإثيوبية وقوات تيجراي منذ نوفمبر 2020 ألف القتلى وسط انتهاكات كبيرة دفعت مئات الألاف إلى المجاعة إلى تطورات الأزمة الأوكرانية وفيها حذر الرئيس الأمريكي جو بايدين نظير روسي فلاديمير بوتين من الرد القوي على أي هجوم على أوكرينيا جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيسان الأمريكي والروسي بعد أن حذرت واشنطن وحلفاؤها من أن قوات الروسية قد تهاجم أوكرانيا في أي لحظة وقال مسؤول بالبيت الأبيض أن الاتصال بين بايدين وبوتين استمر أكثر من ساعة في أحدث محاولة لتفادي نشوب حرب يذكر أنه لم تصفر مكالمتان بين بايدين وبوتين في ديسمبر الماضي عن أي تنفجراء وإن كانت المحادثات قد محدت الساحة لمصاري ديبلوماسية بين مساعديها كان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قد بحث هاتفيا مع نظير الروسي سيرجيلا بروفل المخاوف الحادة والمشتركة بشأن احتمالية تنفيذ روسيا للتدخل العسكري ضد أوكرينيا في الأيام القليلة القادمة وخلال الاتصال أكد بلينكين أن الطريق الدبلوماسي لحل الأزمة ما يزال مفتوحا لكنه سيتطلب من موسكو تخفيف التصعيد والانخراط في مناقشات بحسن نية مشيرا إلى أنه في حال إصرار موسكو على تدخل العسكري سيتم مواجهته ذلك بإجراءات واسعة النطاق وموحدة عبر الأطلسي من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلنسكي بأن التحذيرات من هجوم روسي وشيك على بلاده تثير الهلع مطالبا بذليل قاطع على هجوم مخطط له تصريحات زيلنسكي تأتي بعد تحذير مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي من أن هجوما روسيا على أوكرينيا قد يحدث في أي وقت كان القادة للأوكرانيون قد يحاولون التقليل من احتمالات نشوب حرب شاملة بسبب تداعيتها على معنويات الرأي العام وعلى اقتصاد البلاد الذي يعاني في الأساس هذا وطالب الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلنسكي الدول الغربية بتقديم أدلتها عن نية روسيا التدخل في بلاده وذلك في أعقاب شروع العديد من الدول بمطالبة رعاياها بمغادرة أوكرانيا فورا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت من الجميع الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بكييف مغادرة أوكرينيا بسبب احتمال حدوث تدخل روسي في أوكرينيا وفي تطور للأوضاع انضمت كل من المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وكندا واستراليا ونيوزيلاندا إلى الدول التي تحت رعاياها على مغادرة البلاد كما نشدت السلطات البريطانية رعاياها بالمغادرة فورا مشيرة في الوقت ذاتي أنها لا تنتوي إجلاء رعاياها عسكريا إذا اندلعت توطرات في أوكرينيا في حال اختاروا البقاء هناك اشتركوا في القناة دعت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين روسيا إلى الاستمرار في حوار دبلوماسي متبادل لحظ الحل الأزمة الأوكرانية وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الهندي قالت أن بلادها تدعم استجابة أوروبية موحدة من حلف شمال الأطلسي لأي صراع في المنطقة مضيفة أنها ستقف إلى جانب أوكرينيا من جانبه قال وزير الخارجية الهندي أن حل التوترات بين روسيا وأوكرينيا يكمن في الدبلوماسية نرشة التاسعة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها الشرطة الفرنسية تمنع مئات السيارات من دخول باريس ضمن احتجاجات قيود كورونا أعلنت الشرطة الفرنسية أنها منعت 500 سيارة كانت تحاول دخول العاصمة باريس ضمن احتجاجات قافلة الحرية المناهضة لقيود مكافحة جائحة كورونا كان المتظاهرون قد انظموا قافلة الحرية مستلهمون الفكرة من احتجاجات مماثلة في كندا ويسعى سائق سيارات وغيرها من المركبات من عدة مدن في أنحاء فرنسا للتحدي قرار الشرطة بمنع دخول العاصمة تظهر الألاف في العاصمة الأسترالية كانبيرا بالقرب من محيط البرلمان احتجاجا على إلزامية اللقاح ضد فيروس كورونا هذا وقد أعلن المتحدث باسم قوات الأمن الأسترالية توقيف ثلاثة أشخاص خلال التظاهرات مشيرا إلى أن أعداد المتظاهرين قدرت بنحو عشرة ألاف متظاهر هذا وبدأت بعض الولايات الأسترالية منها نيو ساوث ويلز بتخفيف القيود بشأن بطاقة التطعيم للدخول إلى المطاعم والمتاجر كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن خطته لتخفيف الضوابط المفروضة على دخول الوافدين الأجانب والطلاب لمواجهة تفشي فيروس كورونا هذا وقد أوضح رئيس الوزراء الياباني خلال زيارته لمطار هنيدة دولية أن القرار سوف يكون بناء على تقييم علمي لمتغير أوميكرون ومستويات العدوى داخل وخارج البلاد وإجراءات الحجر الصحية في البلدان الأخرى هذا ومن المقرر أن تظل الإجراءات الحدودية الحالية سارية حتى نهاية فبراير الجاري أعلنت هونغ كونغ تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابة اليومية بفيروس كورونا بواقع أكثر من 1510 إصابات جديدة كانت هونغ كونغ قد أعلنت تمديد الحظر المفروض على الرحلات الجوية من ثماني دول حتى الرابع من شهر مارس القادم وذلك بسبب مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد تتواصل فعليات قافلة الطبية بوحدة طب الأسرة بمدينة حلايب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لليوم الثاني على التوالي هذا وقد تم توقيع الكشف وصرف العلاج لنحو 295 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين منها إجراء 41 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة كما تم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تواصل مؤسسة حياة كريمة متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بمحافظة الشرقية بقرية سعود مركز الحسينية هذا وقد تم الانتهاء من مجمع خدمة المواطنين والمركز التكنولوجي وكذلك مجمع الخدمات الزراعية ونقطة إسعاف لسعود وجاري متابعة أعمال مشروع مركز تنمية الأسرة هذا وقد بلغت نسبة التنفيذ في هذا المشروع خمسين بالمئة بجانب الأعمال الجارية من عملية توصيل الغاز الطبيعي لأهالي القرية أكذا رئيس جماعة قناة السويس دكتور ناصر مندور أن الطفرة كبيرة في البنية التحتية والإنشائية التي تشهدها المستشفى الجماعية تسهم بشكل كبير في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وأكد رئيس جماعة قناة السويس خلال افتتاحه للعناية المركزة للأطفال وقسم الأطفال بالمستشفى الجماعي أن تلك الافتتاحات وأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الداخلية للمستشفى تأتي في إطار خطة التطوير ورفع كفاءة المستشفى الجماعية للدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التي ترعاها الدولة إن شاء الله إحنا داخلين في مشروع تأهيل المستشفى بالكامل لتناسب طموحات أهلنا بحيث انضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل زي توجهات سيادة الرئيس وتوجهات الحكومة النهاردة كمان إحنا معا إن إحنا بنغلق جزء من المستشفى علشان خاطر إعادة التأهيل والإنضمام لمنظومة التأمين الصحي الحقيقة إحنا في مرحلة تطوير مستشفى الجامعة قناة السويس تطوير شامل للإنضمام لمنظومة التأمين الصحي حسب توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إن الخدمة الصحية تبقى متوفرة لكل مواطن أيا كانت حالته المالية وصلنا معكم مشاهدين الكرام لجولة في أخبار المال والأعمال لنشرة التاسعة وحكمة عبد الحميد أهلا بك يا حكمة شكرا سحر شكرا مصطفى وبالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة التاسعة توقعت وكالة فيتش سولو شونز أن تشهد صادرات مصر من الأدوية زيادة بنسبة 4.7% خلال 20-22 الجاري و5% 20-23 و5.8 من 10% 20-26 أشرت الوكالة إلى توقعات بزيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع في مصر إلى 70 مليار جنيه ذلك بحلول 20-31 جاء ذلك في تقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أشهدت خلاله الوكالة بالجهود المبدولة في مصر لتكثيف عمليات التصنيع المحلي للدواء كذلك العمل على إتاحة الرعاية الصحية لمختلف الفئة المجتمعية بأفضل جودة ممكنة أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حرص الدولة على دعم التنفسية والمكان المتميزة التي تتمتع بها قناة السويس ذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف لتطوير القناة ومجرها الملاحي وجميع مرافقها وخلال تقرير نشره المركز صلطة الضوء على قناة السويس الممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية بفضل مشروعات الازدواج والتوسع والتعميق أوضح المركز أن القناة قد سجلت أعلى إرادة سنوية في تاريخها لعام 2021 ذلك بستة مليارات وثلاثمائة مليون دولار استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع نائب وزير الزراع للثروة الحيوانية والسماكية والداجنة مصطفى الصياد ذلك لمتابعة تأسير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بشركة قناة السويس للاستزراع المائي وخلال اللقاء كداء الفريق ربيع حرصة الهيئة على تفعيل التعاون والتنصيق المشترك مع وزارة الزراعة للاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة في مجال الاستزراع السماكية ذلك من خلال تنفيذ خطة التطوير بمشروع الاستزراع السماكية كذلك أطلع رئيس الهيئة الوفدة على مخطط لتطوير أحواض الاستزراع السماكية بحوض الترسيب رقم 21 والذي يشتمل على تطوير ورفع كفاءة 368 حوضا سماكية في أسواق المعادن النفيسة تراجع الدهب وسط قفزة في التكاليف بدت بجاذبيته كأداء تحمي من التضخم ليسجل 1800 و24 دولار للأقية أما على الصعيد المحلية فقد سجل عيار 18 نحو 696 جنيه لجرام والذهب 21 812 جنيه للجرام سجل 24 نحو 928 جنيه ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 6496 جنيه كشف تقرير حديث أن التضخم بالولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة الضغط على الاحتياط الفيدرالي لاتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على الأسعار نقلت وكالة بلونبرغ عن رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في سانتولويس أنه أصبح أكثر تشددا بشكل كبير ويدعم الآن رفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة بحلول الأول من يولو المقبل هذا ولم يقم بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة منذ عام 2000 أي خلال 22 عامة يأتي هذا التحول بعد أن أظهر تقرير جديد أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 7.5% في يناير في أعلى وطيرة منذ عام 1982 انتهت الوقفة الاقتصادية وعود مرة أخرى إلى سحر ومصطفى إليكم شكرا لك حكمة تمكن خفر السواحل الإسباني من إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل جزر الكناري أثناء سعيهم للوصول إلى أوروبا على متني زواراق هذا وقد أنقذ خفر السواحل الإسباني 290 مهاجرا على الأقل كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري وأصبحت الجزر الأسبانية قبالة سواحل غرب إفريقيا الوجهة الرئيسية للمهاجرين والذين يحاولون الوصول إلى أوروبا ولن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة جولة جديدة من أخبار الكرة والملاعب تستعرضها من جديد حكمة عبد الحم سحر ومصطفى مرة أخرى شكرا لكم وبالوقفة الرياضية في نشرة التاسعة حقق نادي الأهلي الفوز على نادي الهلال السعودي بنتيجة 4-0 على ملعب آل نهيان في أبوظبيا ليحصد بذلك الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية أهدف الأهلي حمل التوقيع ياسر إبراهيم بواقع هدفين وأحمد عبدالقادر وعمر السلية بهدف لكل منهما بذلك حصد الأهلي المركز الثالث في مونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخها بينما حصل الهلال على المركز الرابع للمرة الثانية في مشاركته الثانية بتاريخها هذا هو توجي نادي تشالسي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه ذلك بتغلبه على المباراة النهائية على بالمراس البرازيلي بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زيد افتتح روميليو لوكاكو التسجيل لتشالسي في الدقيقة الخامسة والخمسين عدل رفائل فيجا النتيجة لبالمراس في الدقيقة الرابعة والستين بينما سجل كاي هافرتس الهدف الثاني لتشالسي في الدقيقة 117 وفي دوري أبطال إفريقيا حول الزمالك التأخر أمام ضيفه بيترو أتلانتكو الأنجولي إلى تعادل بنتيجة 2-2 باستاذ القاهرة في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة وبطولة دوري أبطال إفريقيا تقدم بيترو أتلانتكو في الدقيقة الثانية والعشرين عن طريق جيلسون ثم أضاف بيترو بنتو الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين ولكن الزمالك أحرز هدفا عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة السابعة والخمسين وأسجل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والتسعين عن طريق محمود الوينش رفع الزمالك من رصيده إلى نقطة واحدة محتلا المركز الثاني خلف الودادة المغربية المتصدر برصيد ثلاث نقاط وإلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث استمرت معاناة مانشستر يونيتد واكتفى بتعادل محبطة بنتيجة واحد واحد على أرضه مع ثاوثمتون ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين وبتلك النتيجة بقى يونيتد في المركز الخامس برصيد أربعين نقطة من أربعين وعشرين مباراة وبفارق عشرين نقطة عن منشستر سيتي المتصدر استمر ثاوثمتون في المركز العشر انطلقت بمجراء النيل بالقاهرة بطولة كأس مصر للتجديف والتي تستمر على مدار يومين يشارك في البطولة ستمائة لاعب ولاعب يمثلون 11 ناديا من مختلف أنحاء الجمهورية وسط منافسة قوية انطلقت بطولة كأس مصر للتجديف في مجراء النيل بالقاهرة والتي تستمر على مدار يومين وذلك بمشاركة ستمائة لاعب ولاعبة يمثلون 11 ناديا من مختلف أنحاء الجمهورية أهمية البطولة بالنسبة لكأس مصر للعبين هي فرصة للعبين يعني تعرف المنافسين لها قبل الجمهورية وفي نفس الوقت بيجي ملاعبين من كل المحافظات يعني مثلاً فور إكسامبل النهاردة عندنا 11 نادي من كل المحافظات مصر بيشارك تقريباً 600 لاعب وده عدد يعني مش مش قليل بالنسبة للتأديف مشارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة بيمثلوا حوالي 11 نادي من مختلف أنحاء الجمهورية بطولة كأس مصر بتعتبر من أقوى البطولات اللي بينظمها الاتحاد المصري للتجديف لأن بيشارك فيها أندية من مختلف أنحاء الجمهورية والمنافسة فيها بتكون قوية جداً البطولة تشمل الفئات العمرية تحت 23 عاماً وناشئين تحت 19 عاماً إلى جانب البراعم وفئة خفيف الوزن سيدات ورجال وسبقات الأساتذة وذلك المشاركة في سبقات مراكب الثماني والرباعي بالإضافة إلى الزوجي مزدوج المكداف والقارب الفردي بقى لي سنة يعني كان حلمي لنا يعني أجيب مركز فالحمد لله السنة دي يعني كانت سهلة بالنسبة لي جبت أول في التصفية وفي الفاينال يعني جبت تاني بقى اشتركت في سبق الزوجي مزدوج المكداف متقدم فئة متقدم مفتوح الوزن ورباعي بدون دفة فئة متقدم برضو جيت لمركز أول الحمد لله في السبقين كاس مصر يعني هي بقى بطولة مهمة جداً بتكون بقى حصيلة اللياس السنة كلها وبعدها الجمهورية بديحنا بقى نجاوزي لهم الشهر مثلاً 8 أو 7 اللي فات بطولة كاس مصر اللي هي بعدها إن شاء الله بطولة الجمهورية فمن خلال بطولة دي بنبدأ أن تكشف المراكب المنافسة بتقوى عاملة زي يعني دي بتأهل بطولة الجمهورية منافسة قوية بين اللاعبين من مختلف الفئات في سبقات البطولة من أجل الفوز بمراكز متقدمة في كأس مصر للتجذيف والذي يأتي على رأس البطولات المحلية لهذه اللعبة انتهت الوقفة الرياضية بنشرة التاتع وعود مرة أخرى إلى صحر ومصطفى إليكم شكراً لك حكمة رحم الله الفنان القدير الراحل عمر الحريد وصلنا مع حضراتكم مشاهدين الكرام إلى جولة ثلاثة وأخيرة لدرجات الحرارة ودرجات الحرارة المتوقعة جداً بإذن الله ومرة أخرى حكمة عبد الحميد بالفعل ثلاثة وأخيرة مصطفى وصحر وإلى أخبار التقص يتوقف برهائة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأحد تقسم معتدل على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء بيسود تقس مائل للدفئ على شمال الصعيد في أعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد أما ليلاً فيسود تقس شديد البرودة على كافة الأنحاء بيصل إلى حد السقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات نبدأ بالقاهرة 20-11 الأسكندرية 19-11 مطروح 18-11 برسعي 19-11 إسمائلية 21-10 السويس 21-10 العريش 20-10 طابعه 20-14 شرم الشيخ 23-15 الغردقة 23-14 الأقصر 25-9 أما أسوان درجة الحرارة 26-11 الودي الجديد 25-9 30-26-13 حالة يبقى 23-14 الآن بنستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غداً بإذن الله الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر موسيقى نترككم الآن مع لقطة هذا اليوم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة الرئيس السيسي يؤكد ما توليه مصر من أهمية لعلاقتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبدلة خلالها جولة تفاقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة مدبولي يؤكد أن هناك تكليفات رئاسية بالالتزام بالجداول الزمانية وأعلى معايير الجودة اتصلوا الهاتفي بين بايدن وبوتن بشأن التصعيد الروسي وبايدن يحذر من الرد قوي على أي هجوم على أوكرانيا انتهت تخبار التاسعة لكن هواق التاسعة مازال مستمراً مع زميل يوسف الحسين مسالخين والزاكي يوسف ازاكي مصطفى ازاكي صحر عاملين ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا ربنا خليكم ورب ألف شكر لكم وشكراً لكل صنع التاسعة واستأذنكم نبدأ فقراتنا